اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب النم مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تولي اهتماما بالغا في تعزيز ثقافة التعايش السلمي وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية ودعم توحيد الجهود الدولية لإعلاء قيم الضمير الإنسانية وبمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي تحتفل به دول العالم في الخامس من شهر أبريل كل عام أشهد معالي بالمبادرة الإنسانية الرفيعة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سياق المبادرات الحضارية العالمية لمملكة البحرين والتي تعد فرصة سانحة للارتقاء بمنهجية التعاون والتكاتف والتعاضد والتضاون الإنساني في معالجة كافة التحديات والقضاء على الحروب ومواجهة الإرهاب ونبذ التعصب والكراهية والتطرف مشيرا معاليه إلى أن الاحتفال بيوم الضمير الإنساني يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والسلام العالمي ودعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز منظومة حقوق الإنسان من أجل عالم آمن ومستقر والحلول السلمية للنزاعات والصراعات ترجمة نانسي قنقر